نروح أيضاً لخبر يعني أسعدنا لو تفتكروا كان معنا عملنا حلقة على التنس الأرضي في النادي الأهلي وكان معنا ضفنا أحمد ياسر حسني لو حدثكم تفتكروه أحمد ياسر حسني وكنا قلنا لكم اللاعب جنب الكسات وهو كان هذا اللاعب معنا في الستوديو وقلنا له طموحاتك وأحلامك وقلنا لكم نفتكروا الاسم ده كويس أحمد ياسر حسني لعب النادي الأهلي ونجمه منتخبنا الوطني للتنس الأرضي فاز ببطولة أفريقيا للفردي بعد ما فاز على زميله في الأهلي مصطفى الشام سيف الدين في البطولة اللي بتتلاب دلوقتي في تونس ألف مليون مبروك أحمد ومصطفى بالمناسبة كان حققه كمان المديلة البرونزية في منافسات الزوجي أحمد من الخامات المبشرة واللي بيشهد لها الجميع وأنه هيكون لعب كبير وليه مستقبل باهر زي ما شفنا في حلقتنا اللي كانت معاه قال كده أحمد كان ضفنا طبعا زي ما قلت حضراتكم كان في أحد الحلقات وإن شاء الله هو ماشي بخطة سابتة طبعا وحاطت صوبة عينيه طبعا نجوم مصر في التنس الأرضي لأنه الحقيقة محتاج أو عايز حقق يعني إنجازات كبيرة لأن التنس الأرض الحقيقة احنا قاعدة عريضة احنا 110 مليون نستطيع يكون عندنا كفاءات وعندنا لعيبة في كل المجالات يمكن التنس محتاج صرف شوية ولكن إن شاء الله مصر بكوادرها وإمكانياتها تستطيع أنها تحط مصر في المقدمة خاصة زي ما قلت حضراتكم فيه مجمع كبير جدا للتنس الحقيقة بتفتح في العاصمة الإدارية حاجة كده فخمة يؤهلنا بشكل كبير لاستضافة البطولات العالمية يعني إحنا بنحلم ليه لا يكون عندنا بطولة من البطولات الجراند السلام الكبيرة المعتمدة على مستوى العالم والتي تقام بشكل دوري على مدار العام وكل عام نتمنى في يوم الأيام أن يكون عندنا بعد افتتاح هذا المجمع يكون عندنا البنية التحتية التي تؤهلنا للتقدم لاتحاد الدولة للتنس عشان يكون عندنا بطولة من البطولات الجراند السلام حقيقة ده حلم ليه على مستوى الشخصي لو تفتكروا الكورت أو سنتر كورت بتاع نادي الجزيرة اللي بقى بعد كده ملعب بسكت ورجع تاني بقى سنتر كورت ده كان بييجي عليه نجوم العالم أنا بس عايز أفكركم يعني كان بتلاعب بطولة اسمها بطولة مصر الدولية في التنس سنتر كورت ده كان في نادي الجزيرة وعايز أفكركم بحاجة لما كان بقى ملعب بسكت جم فرق ايه بايه لعبة في هذا الملعب أنا افتكر بوستون سيلتكس جي في الستينات تقريبا أو خمسينات العام القرن الماضي وجم لعبه مطشاط مع نادي الجزيرة ولعبه مطشاط مع فرق مصرية والحقيقة كان مزار لكل فرق العالم لأنه كان عندنا حقيقة ملعب جيد نهاردة هيكون عندنا إن شاء الله وخلاص أيام قليلة أو أسابيع هيتفتح طبعا القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية وهيؤهلنا البنية التحتية هنا أن احنا نستضيف عظم الوطرات وده اللي كنا طالما بنونادي به وأصبح الحلم حقيقة